السيدات والسادة مساء الخير يقولون انك اذا اردت ان تفهم الحاضر عد الى الوراء لتعرف ماذا جرى في الماضي يقولون ايضا سنعة المستقبل تبدأ بفهم التاريخ والاستفادة من دروسه اليوم نسأل هل نعرف تاريخنا حقا؟ هل التاريخ الذي درسناه في الكتب المدرسية هو ما حدث بالفعل؟ ام ان هناك تاريخ اخر تم تحريفه او اخفاؤه عن عمد؟ في السنوات الاخيرة ظهرت في حياتنا الفكرية مدرسة جديدة تسعى لاعادة قراءة التاريخ كتاب وباحثون صلتوا الضوء على صفحات مجهولة كشفوا جانبا من التاريخ المزور والابطال الوهميين قدموا لنا قراءة جديدة لصفحات ناصعة واعادوا للذاكرة ابطال حقيقيين نسيهم التاريخ اليوم نستضيف باحثا وكاتبا مرموقا اثارت كتبه وافكاره الجدل في السنوات الاخيرة خاصة ما اثاره عن خفاية الاحتلال العثماني لمصر والمشرق العربي وما كشفه عن سنوات حكم الصلاطين والخلفاء من الامويين الى العباسيين والمماليك وحتى عصر محمد علي وابنائه نقف اليوم معه على الجانب الاخر من التاريخ الرسمي وما تركه لنا المؤرخون لنسأل اين الحقيقة؟ من يكتب تاريخنا؟ من المسؤول عن الصياغة الامينة لذاكرة المصريين؟ عن تاريخنا الذي لا نعرفه عن صفحات منسية في ذاكرة الاجيال هذه قراءة جديدة ومختلفة لتاريخ المصريين اهلا بكم